بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله جميعا نستكمل سلسلة الحلقات الخاصة بشرح مادة الرياضيات والأساسيات الخاصة كمرحلة أولى تقدم الكلام بشرح الـ Polinomial Functions الدوال كثيرة الحدود وقلنا هناك أنواع أخرى من الدوال اللي هي من ضمنها الدوال المثلثية ومعكوس الدوال المثلثية والـ Exponential Functions والLogarythmic Functions والHyperpolic Functions إضافة للـ Inverse Hyperpolic Functions اليوم إن شاء الله رح نمشي بإيضاح الدوال المثلثية ومعكوس الدوال المثلثية الآن لو كانت عندنا نقطة أمثلها على الإحداث الكارتيزي هاي النقطة عندي اللي هي شوفوها النقطة الصفراء طيب هاي أكيد رح من مثلناها مشينا على المحور X مسافة ولتكون هي عبارة عن X وارتفعنا مسافة ولتكون عبارة عن Y لو وصلنا من نقطة الأصل إلى هذه النقطة الصفراء لنتج خط مستقيم وكذلك شكلنا مثلث قائم الزاوية في هذه المنطقة طيب هذا الخط المستقيم اللي هو من نقطة الأصل إلى النقطة هو يميل عن محور X بمن بزاوية ثيتا وثيتا مثل ما تعرفون معلوماتكم إذا كانت باتجاه عكس عقارب الساعة بما تكون موجبة وإذا باتجاه عقارب الساعة تكون سالبة يعني لو أقول لك الزاوية 30 مستقيم يميل بزاوية 30 بينما لو أقول لك ناقص 30 رأسنا تقول لك ينزل بزاوية 30 بالمينس أوكي هذه معلومات للمراجعة طيب أشهدنا علاقات مثلثية العلاقات المثلثية أو العلاقية هي الساين جيب الزاوية ساين ثيتا هي شي ساوينا هي ساوينا المقابل على الوتر الواي أوبر أكس أوبر أر طيب لو نضرب الوسطين بالطرفين راح ينتج أن ي يساوينا أر ساين ثيتا إذن هاي علاقة واي بأر وثيتا طيب بالنسبة للكوسين اللي هو المجاور على الوتر راح يساوينا الأكس على الأر ومنعدها أكس نزجة علاقة بينه وبين أر والثيتا اللي يساوينا أر كوسين ثيتا طيب من يقدر يقول للآن شون أطلع طول أر طول أر هذا مثلث قائم الزاوية زين وهذا الأر يمثل الوتر هو مو مربع الوتر ويساوي مجموع مربع أيضا العين الآخرين نظرية في ذا غرص طيب إحنا أر سكوير طلعناه يعني من في ذا غرص أكس تربية زاد وع تربية إحنا هنا أكس إش طلعناه هش ساوي الوايش الساوي بدلالة أر وثيتا نجيبهن نعاوضهن ومكانهن بمعنى وتربيع نرفحهن للأس اثنين زين وبعد ذلك هذا الأس واخذناه بالقواعد والأساسيات طالما أنه حال الضرب هنا عندنا يتوزع للكوسين تربيع ويتوزع للأر سكوير ندخل التربيع وبالنتيجة نطلع المشترك الأر سكوير ببناتين يبقى أدي كوسين سكوير زائد ساين سكوير هذا منه هذا الأر سكوير يساوينا هكذا إذن لو أقسم الطرفين على الأر سكوير هذا يروح هنا يبقى واحد إذن نزجة أول علاقة مهمة جدا اللي هي كوسين سكوير للثيتا زائد ساين سكوير للثيتا يساوي واحد إذن قاعدة عامة أي زاوية فإن مجموع الكوسين التربيع عمالتها زائد الساين التربيع عمالتها يجب أن يساوي واحد هذه قاعدة مهمة يجب أن تحفظ طيب الآن حصلنا هذن العلاقات التان إحنا الساين والكوسين مرينها التان شنو التان هو عبارة عن المقابل على المجاور تان يعني واي على اكس واي إحنا طلعناها الدلالة عر وثيتا و اكس طلعناها الدلالة عر وثيتا لنعوض راح تصير آر ساين ثيتا اللي هي الواي والآر كوسين ثيتا اللي هي الأكس إحنا الآر نفس الآر ممكن اختصاره بالنتيجة ساين ثيتا كوسين ثيتا داما نسمع أن التان يساوينا الساين على الكوسين وهذا هو منشأ الأصل مالتها طبعا طلعت عندي التان علاقتها كدواء المثلثية والساين هم طلعناها وعلاقة الساين تربيع والكوسين تربيع يساوينا واحد أكو عدنا بعد ثلاث علاقات أخرى دنيج ساين وكوسين وتان هسا راح ناخذ ثلاثة من أصل دنيج الثلاثة شلون قالوا وعدنا واحد اسمه الكوسيكن كوسيكن ثيتا هو مقلوب الساين كوسيكن ثيتا هو مقلوب الساين وعدنا السيكن ثيتا هو مقلوب الكوسين وعدنا الكوتان ثيتا هو مقلوب التان واضح شباب يعني من نسمع كوسيكن يعني هو مقلوب السين من نسمع سيكن معناها هو مقلوب الكوسين من نسمع كوتان هو مقلوب التان يعني شنو مقلوب التان منقدر يقول لي مقلوب التان شنو معنا معناها عدنا واحد على التان هو سين ثيتا على كوسين ثيتا طبعا لمشور ثيتا حتى نقدر نقول اكس هذا إذا أردت أحولها إلى شكل طبيعي ينقله بالمقام المقام يصير بسط وبالنتيج سير كو ساين ثيتا على ساين ثيتا شوفوا هذا مقلوب هذا عدنا بعد فشين سمعة بالدوال المثلثية اللي هي باي سامعين باي باي جيد هي بالرياضيات 22 على 3 بنظام الدرجات هي 180 درجة يعني شنو باي يعني هاي الزاوية ثيتا لو مشيتها منها ايه اللي هنا راح تشكل لنا زاوية مقدارها جقيد 180 درجة زاوية الخط المستقيم الكاملة 180 درجة اذا افرها فرقة كاملة راح تصير جقيد 180 و180 سير 360 يعني معناها شن باي معناها يساوينا 2 باي يعني من نسمع 2 باي معناها جقيد معناها جقيد معناها 360 درجة زين التسعين جقيد يعني باي على اثنين خاف نسمع باي على اثنين للتذكير طيب من نسمع باي على اربعة نقسم ال180 على اربعة معناها جقيد الزاوية 45 جيد الباي على ثلاثة معناها 60 درجة طيب من اقول لك 2 باي على ثلاثة يقدر راح يساوي 360 عفوا 360 على ثلاثة بمعنى انه 120 درجة وهكذا 120 درجة وهكذا 3 باي على اثنين معناها 270 درجة وهكذا من نسمع ذلك يكون تعرف ماذا يعني هذا الموضوع طيب هسا اريد نمثل الساين اريد نرسمها شفته بالمقطع الاول الحلقة الاولى انه شنون نرسم الدالة نفرض قيم لأكس ثم نحسب الساين مالتها راح تطلع شنو راح تطلع واي اذا ادي قيم اكس و ادي قيم واي من اجي ترسمتها طلع علي هذا الشكل داشوفون هذا الشكل اقصى اقصى قيمة للواي هو زائد واحد وادنا قيمة هو ناقص واحد شوفوا الاكسات الاكسات صفة باي على اثنين باي تري باي على اثنين و تو باي وهكذا داتلاحظون شي هنا اكو مهم انه قيم من اخذ بالموجب بالاكس يطيني واي معينة نفس المقدار لكن بالسالب لما ناخذ قيم اكس يطيني نفس القيمة مالواي لكن بالسالب شوفوا كل قيمة اخذها بالاكس معينة تطيني قيمة معينة وين بالواي زين من اخذ من اخذ القيمة المناظره مثلا اخذ هنا باي على اثنين باي على اثنين من اجاة احسبها يطلع الساين ما لاته جقيد واحد بينما من اخذ ناقص باي القيمة المناظره بالاكس ناقص باي على اثنين اللي هي اطلع ناقص واحد بمعنى ان ساين ناقص تيتا هو ناقص ساين ثيتا تمام لانا نسأم نقولuna ساين تسعين طلعت لي واحد لكن ما أخذ الساين ناقص تسعين إيش طلعت لي ناقص واحد يعني ناقص الساين الأولية اللي هي ساين تسعين طيب هاي ما نشوف هشي وين داي يصير التناظر شوفوا نفس المقدار ما الواي لكن عكس الإشارة معناها داي يصير تناظر وين حول نقطة الأصل هذا التناظر يسموه odd شي يسموه odd يعني الدالة اللي تناظرها حول نقطة الأصل ينسميها odd function يعني الدواء يصير دالة ثردية من تسمع دالة ثردية شنوه معناها أنه متناظر حول نقطة الأصل يعني قيم الواي من نجي ناخذها على اتجاه أكس الموجب يطلع نفسها بالاتجاه الأكس السلب لكن عكس الإشارة بمعناها أنه متناظر حول نقطة الأصل وبالنتيجة نسميها odd function odd function دالة ثردية دالة ثردية بعد لدينا مصطلح مهم هذا خط الأعداد الأفقي خط الأعداد الأفقي أكس مننا ياخذ القيم الموجبة للمالانها مننا ياخذ القيم السالبة كل شي نسميه خط الأعداد الحقيقية الحقيقية واليرمز له بالحرف r نجي من نقول الدالة إيج قد ندخل قيم x من هذا الر بهذه الساين أي قيمة دخل pi على 2 صفير pi يطلع لقيمة حقيقية الواي يطلع لقيمة حقيقية الواي نسمى العلاقة يطلع أقصى قيمة هي واحد وأدنى قيمة هي ناقص واحد لكن يطلع قيم حقيقية يطلع قيمها إذن ما عدي قيد بالx إذن x تنتمي إلما إلى r إذن r يمثل مجال الدالة من نقول مجال معناها ما هي قيم المتغير المستقل اللي ممكن أن ندخلها وين بالدالة ماكو قيد ماكو استثناء إذن كل الار من نقول domain معناه مجال اللي نقصد به قيم x اللي نقدر ندخلها بالدالة وبالتالي نقدر نطلع قيم حقيقية للواي وبدون أي مشكلة ومده يطلع عدي أي أرقام خيالية أو شي بالنسبة إلى واي هذا نسميه الدومين مختصرة d دومين f يعني function دومين الدالة دومين of function يساوينا r r كل الأعداد الحقيقة هي معلومات دعطيكم معلومات عامة مراجعة أما قيم y قيم y أقصى قيمة وأدنى قيمة ينحصر ببنات هن الوايات نشوف بالله بالساين أقصى قيمة الواي وين زائد واحد أدنى قيمة ناقص واحد هاي الأقصى قيمة وأدنى قيمة اللي ببناتنا القيم شنسميها بالرياضيات نسميها المدى الرينج الرينج والمختصر مالته أيضا r المختصر r لكن للدالة نصير rf الرينج مال rf فشقد قيمة ما عدا ما عدا شنو ما عدا الصفر أوكي زين الآن أكو مصطلح جديد آخر أيضا هام للتذكير وأضاف المعلومات هاي معلومات عامة إذا شفنا الدالة تتكرر شوفوا الساعة تصعد ثم تنزل توصل للصفر بدت بالصفر وانتهت بالصفر ثم تصعد ثم تصعد وهكذا لو نستمر الآن هاي شرحت الرسم الدالة وتستمر زين شوفوا هده تتكرر من صفر لتو باي هاي المسافة اللي هي منها لهنا اللي هي تو باي ده تتكرر باتجاه اليمين وكنفسها بالاتجاه اليسار إذن الدالة اللي ده تتكرر بفترة معينة اللي هي هاي تو باي شنسميها يعني مو دالة من نجي نرسمها يطلع شكل هتشي مثلا وتوقف لا لها شكل يصعد وينزل وينزل نفس الشكل ده يتكرر هذا من نال هنا ده يتكرر ده شوفوا يصعد ينزل دور يوصل للصفر مرة ثانية دور يصعد ينزل دور يوصل للصفر وهكذا هاي الدالة اللي هي بيهتكرار نسميها الperiodic function دوال دورية والسين أيضا من ضمن الدوال الدورية السين من ضمن الدوال الدورية معناها انه ده تتكرر ضمن قد الانتير والمالت واضح شباب الدومين هو قيم الأكس اللي اندخله وطلع عندنا دائما القيم حقيقية للواي وما عندنا أي مشكلة بمعنى انه جميع الاعداد الحقيقية طالما ماكو استثناء عدي هنا أكو استثناء لا كل ما دخل أي اكس تطلع الواي طبيعي اذن الدومين هو كل الاعداد الحقيقية الرينج هو أقصى وأدنى قيمة للواي من نشوفها من الرسم أقصى أدنى قيمة هي ناقص واحد وآقص قيمة هي زائد واحد إذن هي ورينج مالت من ناقص واحد الى واحد ماكو ممكن نجي على هاي الساين اكس تطلع عنا اثنين مترهم مترهم أوكي شباب الكوساين من رسمنا عفونا الكوساين من رسمنا شفنا أيضا هو دوري لكن ما بدأ من الصفر مثل مثل الساين شوفوا الساين بدأت صفر وصعدت ونزلت وهكذا الكوساين لا أصلا بالصفر كان واحد وهكذا نزل ثم صعد مرة ثانية لفوق شوفوا أيضا هو نفس الدورة 2π لكن أن الكوساين ما بدأ من الصفر بدأ من الواحد معناها الكوساين ما للصفر جيد واحد أيضا الرينج مالت هو من ناقص واحد إلى واحد يشابه الساين شوفوا الرينج نفسه قيم X أكو بيها تحذير أكو بيها استثناء لا إذن الـ مالت هو الر كله لكن من نجي هنا شوفوا من ناخذ قيمة X بالموجب يتطلع عندنا قيمة Y معينة من ناخذ X بالسالب تطلع نفس القيمة أيضا بنفس الإشارة هنا طلعت الإشارة موجبة هنا من نجي هنا ناخذ قيمة X راح نشوف قيمة Y تطلع حاويها بالسالب نفس الشي من نروح بالمينس تطلع قيمة Y أيضا بالسالب بمعنى أنه يصير التناظر حول محور وي فليش لأنه من ما ناخذ X تطلع نفس القيمة Y باتجاه إذن هذا النوع من التناظر حول المحور Y يسموها الدالة عندها دالة زوجية إذن من نسمع مصطلح إذن معنى الدالة متناظرة حول المحور Y شنو معنى حول المحور Y معنى قيمة X بالموجة بتطيني نفس قيمة X بالسالب للدالة نفسها تطيني إياها شوفوا بالسالب وبالموجة بتطيني نفس القيمة بينما هناك كانت تطيني نفسها لكن شنو عكس الإشارة اللي هو التناظر حول نقطة الأصل وبالنتيجة ذيش odd وهي even إذن شرط even أن القيمة السالبة والقيمة الموجبة يطيني نفس قيمة الدالة شباب أيضا تتكرر على 2π إذن هي أيضا periodic function دالة دورية أما tan من جينا للتان اللي هو sin على cos شوفوا هنا عدنا محذور المحذور هو أن الصالة تعدي تان تان غير معرفة لهذا الروح كل قيمة كانت بها cos 0 لو نرجع كل قيمة بها cos شوف هاي القيمة بها cos 0 هاي القيمة بها pi على 2 وهكذا إذن دني كل نستثني هنا من R R ما عدا هذني سووها بمعادلة بشي واضح R ما عدا هذني اللي هي 2 أن زاد 1 فيه pi على 2 من الان صفر راح أصير pi على 2 يعني بالضبط اللي طلعناه بالcos معناها رد نوصل إنه كل قيمة للثيتا اللي تخلي أن cos 0 نستثني ها من الdomain والتالي هو R ما عدا القيم اللي تجعل لcos 0 وأيضا باعتبار الـ sin هو odd على even راح يطلع للتان هو automatic odd وبالتالي odd شنو معناها يطلع نفس القيمة لكن عكس الإشارة خلوه بينكم والرنج باقي نفسه بين الواحد والناقص واحد وهي أيضا periodic لأنه تتكرر ضمن فترة معينة قيمة pi أوكي شباب بالنسبة للك ولي قلنا هو مقلوب الساين أيضا راح نشوف هو عبارة عن odd مقلوب الساين واحد على odd يعني يطلع odd بالنتيجة واذا odd معناها يطلع نفس القيمة لكن عكس الإشارة ونستثني مننا شنو نستثني من الار شنو كل القيم اللي تجعل لنا الساين شنو صفر فكانت الساين صفر وين بال pi وال 2 pi وال 4 pi إذا تذكرون رجعوا للفيديو أوكي وهكذا بالنسبة لل سي أيضا هو مقلوب الكوس وبالنتيجة نستثني كل القيم اللي تخلينا الكوس ثاتا يوسو صفر وبالتالي هو R ما عدا القيم اللي خلت إنا ذني الكوس صفر أو بهذه الصيغة وأيضا هو وإيضا هو وإيضا وإيضا معنى وإيضا ونفس القيم يطينا حتى لو كانت القيم مختلف إشارتها مالتها يعني أخذ ساين تسعين العفو سي كان تسعين ويساوينا نفسه سي كان ناقص تسعين أوكي شباب معلومات بلكم بالكوتان هو مقلوب التان وهنا رح نستثني مكان ما هناك بالتان لنستثني الكوس لا يساوي صفر هنا يجب لا يساوي صفر الساين نستثني من عدها وبالنتيجة رح يطلع عنا جب وبالتالي يقيم كل R تاخذها أود لو إيفن أكيد الكوتان باعتباره كوس على ساين يعني إيفن على أود النتيجة أود معناها شنو نفس القيمة لكن عكس الإشارة وهو بريودك أيضا أكو علاقات مهمة تحتاجوها حتما بالعلاقات المثلثية حتما تحتاجوها أول علاقة احنا حصلناها هذه كوس ساين تربيع للزاوية زائل ساين تربيع لنفس الزاوية ساوينا واحد هاي قاعدة مهمة الشيء الثاني المهم منعدي ساين أي زائد أو ناقص بوردة حللها إلى الساين والكوس ما كل واحدة على جهة ما أردها مجتمعا في ساين واحد يعني من أقول لك شنو ساين أكس زائد واي ساين شون فصلها فصلها هنا هي ساين كوس نفس الإشارة إذا كانت هنا أي ناقص بي صير هنا ناقص وإذا كانت أي زائد بي صير هنا زائد إذن ساين أي كوس بي زائد أو ناقص كوس أي ساين بي شوفوا ساين كوس ساين بينما بالكوس زائد أو ناقص هي كوس كوس ساين ساين يعني عكس الإشارة بينما هنا سالب موجب سالب موجب نفسه فشتصير هناك كانت سين كوسين كوسين سين هناك كوسين كوسين سين سين لأنه قواعد مهمة والباقي أغلب هنا شنو تطبيقات لهذه القواعد شوفوا سين 2A سين 2A كوسين 2A ميني جاتي هاي لو نعوضوا مكان ال B هنا هم A شتصير هنا A زائد B A زائد A صر 2A سين A كوسين A زائد كوسين A سين A هذا نفسه يصير 2 سين كوسين A تطبيق وهذا أيضا تطبيق الكوسين لو ناخذ بالقيمة الموجب أمالتها عدنا بعض الشنو سين التربيع للنصف الزاوية هو قاعدتها يساوينا نصف 1 ناقص كوسين A شوفوا هنا ردينا تخلص من نصف الزاوية أي على 2 حولناها للزاوية التامة بهذه العلاقة وكذا الكوسين تربيع وإذا عدنا لا إذا عدنا سين زائد سين لزاويتين مختلفات وارد أجمحنا ذن الزاويات ممكن أن أجمحنا بهذا القانون أقول هو يساوي 2 سين نصف أي زائد B وكوسين نصف أي ناقص B وأيضا هذا تطبيق لذني الثنين بصراحة أوكي شباب الاشتقاق ما مطلوب لكن ذن القواعد مطلوبة من عدكم كونوا تعرفوه وسين أي ناقص سين B أيضا ممكن أحولها إلى مجموع ومطروح الزاوية وكذلك التطبيق الأخير هذا عدي كوسين أي زائد كوسين B ما قبل الأخير عفوا يساوينا ثين كوسين نصف زاوية وآخر شي اللي هو مكان ما بزر تصر نغاتيب وأيضا هي كلها تطبيقات لذنيت الأصل أوكي شباب هسا احنا شنو معنى معكوس من نسمع معكوس الدالة المثلاثية احناك شنو نقول اش قد التان مال مثلا راح أطيكم زاوية اش قد التان 45 راح تقول لي بالحاسبة تحسبها طلع واحد تقول لي تان 45 واحد احنا يقول لك ما هي الزاوية اللي تانها واحد شوفوا هناك اش قد التان مال الزاوية اللي هي قدرها 45 قال لك واحد جواب واحد اما هنا المعكوس المعكوس مون مقلوب دير بالكم المعكوس معناها ما هي الزاوية التي تانها واحد اوكي شون نرمز لها هذا نرمز لها اما بهذا كأنما اس ناقص واحد هو مو اس ناقص واحد انما هو رمز للانبرس او بكلمة ارك او بكلمة ارك يعني شانت واي ساين اكس مثلا اذا احنا نريد نحجة على هنا نقول هي واي ساوينا ساين انبرس اكس او نسميها ارك ساين اكس هسا شنو تطبيقها شنو كذا شنو اختلافها راح ناخذها ان شاء الله بالمستقبل القليل طيب واي ساوينا كوساين اكس الانبرس مالتها واي كوساين انبرس اكس مو انبرس مال هاي لا احنا الدالة مالتنا هي الانبرس بس اريد اقرب لكم المعنى هاي الانبرس مالتها يعني معناها من اقول لك من اقول لك واي يساوينا كوساين اكس شنو الانبرس؟ معناها الاكس يطبطيني الكوساين انبرس مال واي بس انا اريد امشي على اسم الدالة واي فمشيت لك هاي الدالة مثلا تجيك دالة انبرس كوساين انبرس اكس بس حتى تفهم شنو معنا الانبرس قلت لك انه هذيك اهناك نقول تاني الزاوية شقد احنا نقول الزاوية اللي تاني هذا شقد وهكذا البقية اللي هنه ست علاقات عندنا ساين كوساين تان كوسيكن سيكن وكوتان وهذا يناظرها بالانبرس اوكي شباب هذا تقريب مجمل المحاضرة اللي حبينا اليوم نوصلها لكم وان شاء الله نكمل بقية الانواع شرح اولي حتى من ندخل هناك بالتفصيل مالتها راح تعرفون الاعمق من هذه المعلومات ان شاء الله تعالى شكرا لكم ونسألكم الدعاء